أصالة في لبنان لجي تكسر حاجز الخوف مهددة أنت هددوك اليوم يعني فيك تطلع سوريا؟ لا أكيد ما فيه ما عندي مشكلة مع النظام بأن ذاته هو ككيان كنظام سوري كبشار أسد اللي بيقولوا أنه الفضل علي وأنا واحدة من هالشعب المفروض أنه انصرف علي من مال دولتي ومشكورين عليه طبعا مغنية أخذت شهرة فضيعة وإن سعبدت توماتك عليها موجودة يعني هاي المغنية موجودة يعني هاي المغنية وفجأة بتلاقيها كبرات قلبت على هبلة بطلت تعرف تحكي بعد عندها مواقف ما حدا بيحترمها في أكتر مني ضال حدا بيسبسبني مصدر لسنتين نازلي فيي بتبادل بها هادة الغريبة عجيبة مع أنه أنا متأكدة مية بمية أنه هاي ست بتحبني وما بعرف ليش أصالة عم تقبض من الأنظمة الداعمة للأصوليين أنت شايفتيني اللي علاقة أنا مين مممكن تدعيه؟ ومين اللي كتير عابر يكون بجلسة سولة؟ وفي إليسا بحب لأنه على المستوى الشخصي بحب مواقفها بحب طبيعتها بحب طريقتها بحب لأمنتها كيفوتيتو؟ بعدي بتحبي؟ كتير لأ اليوم علاقتنا كتير أقوى مين حرست أنك تشوفي لما جيت؟ حقيقة دقيت لنيكولا قالت لأول شي بدي روح زور ريمو حياتي دياني لأحياتي حياتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حسب القصة حسب حجم المصيبة الموضوع فانا بعد سنتين اكيد خف اكيد يعني تضاءل الخوف ضل لان مبارح كنت عم برجف وانا عم برجف شوي شافوني اخواتي ايدي بترجف وبنتي بس اكيد ممتل لو من سنتين اكيد ما كان في قوة بتجيبني من شو خايفي اصابه تعرفي انا مو انه بدي احكي عن بطولتي يعني ما لي بطلة ولا شي انا يعني المعاناة بتخليك دائما اجرأ على نفسك بس انا بعرف انه في اشخاص كتير يعني روحهم معلقة فيه يعني موضوع حياتهم كتير متعلق فيه شخصيا ولادي وجوزي يعني اولون بعرف انه يعني جرأتي هاي قديش بتسبب لهم حتى متاعب فبحس فيها كتير كتير انانية انه كون حتى ما بخافها حالي فانا بخافها حالي بس مشان هيك بس لاني بعرف انه الدنيا اذا يعني لا سمح الله كتير يعني كتير بتتدمر معهم انا ما بشوفك جريئة انا بشوفك حقيقية اي ممكن هو اكيد انا حقيقية اكيد انا اعاني اساسا من موضوع انا حقيقية بس طبعا مو بالشكل اللي انا بطمح له انا مو حقيقية متل ما انا بتمنى بعد اكتر اكيد اتمنى اكتر لا بشتغل عحالي حتى ما اكون حقيقية متل ما انا بحب ليه لانه مو مسموح بتعرفي بلادنا كتير صعب تكوني فيها حقيقية حتى ولو بنسبة بسيطة لانه نحنا كتير شعوب متفلس فيه منحب كتير نقول طب ليه قلتي هيك كان لازم تقولي هيك وكأنه في عنا جمل ترادشنال هيك لازم تنعاد ان كان على ارائك تجاه مواقف معينة تجاه اشخاص معينين دايما فيه اشياء لازم تقوليها متل ما هي بخيال الناس عنا حتى اجوبة فلكلورية لازم تلتزمي فيها وإلا بتكوني يعني شخصية غير سوية او ما مفهوم ليش هم تعملي هيك واللي بعمله انا بحسه انه كتير على مفهومنا كتير على الفلكلور يعني مفهوم الفلكلوري تبعا تعمليه؟ انا بعمله بس بحاول اني اضبطه تسميله ضوابط لا انا بعمله بضوابط لو بعمله مثل ما انا بتمنى كنتي شفتيني على المسرح مجنونة اكتر بكتير كنتي شفتيني بلقاءاتي بحكي مثل ما بحكي مع مثل ما بحكي معاك يعني مثل ما بحكي مع اصحاب الاقراب بتمنى اكون هيك بس انا ما لي هيك انا ما لي صدقة بالمطلق انا بحاول كون صدقة مش صعب أخلي لنا بتمنى يبقى حقيقة وأنا لازم أكون وثقة في إحساسي في كل ديقة وهيجي اليوم وهحقق حلمي بأي طريقة أنا ليل الفرحة قريبة مني وبرد بعيدة يا غلبي الخطوة يا إما سلعت بليدة وهاخدى تحدي لنفس لنا شخصية عنيدة شخصية عنيدة؟ كتير كتير بك رأى كرر جملي بس مبارح لأنه إلتا ومضطرة اليوم أرجع أولى يعني مبارح إلتا لأصحابي لأنه ليكولاوتيت وسموها أنا عندي يعني كتير معدود كتير مواقفي اللي ندت فيها يمكن تكون مرات قليلة مو أكتر من عشر مرات بكل حياتي لأنه أنا عموماً شخصية كتير كتير تابعة يعني كتير بسمع الكلمة كتير يعني بسمع كلمة نيكولاو شو بيقول كيف بيلاقي شكلي بيلاقي مناسب يقول له صح لأنه عندي إيمان أنه هو بيشوف الصح بسمع كلمة طارق كتير بسمع كلمة أنس بسمع كلام كتير بسمع كلمة بنتي يعني إذا قالت لي بنتي إنه هذا اللبس كويس مكويس عليك كتير بسمع الكلمة بتغيري؟ كثير بس مع كلمة إصحابي أنا ما بحط إطلاقا عمري ما حطيت ببالي أنه ليه هيك عمري ما حطيتها حتى الناس اللي بكون متعرفة عليهم عندي إيمان وثقة أنه هنني كثير بيخافوا علي واللي بيقلوا لي ياهو الصح مع أنه نسفيك هالأيام وكل زيلي كيف تعافيهم؟ أنا ما بعرف ليش بصدق أنا دائما وكل مرة بوقع بذات القصة بس بقول ما بدي أتعلم لأنه إذا تعلمت أنا حأتغير يعني أنا ما بدي أفقد هاي السيقة تماما مثل لما بدخل سوبر ماركت وبحط شنتايتي على العرباية عند الكاشير وبمشي جوه السوبر ماركت بمشي من غير يعني بكون مثلا سيد جيب الجبنة مثلا فبترك الشنتايتي على العرباية عند الكاشير وبدخل آخر السوبر ماركت وبوقف ما بخاف إطلاقا ما بعرف خاف مع أني نسرقت كتير يعني بس ما نسرقت قد ما لازم نسرق يعني أنا نسرقت كتير شوي يمكن أنا نسرقت أقل بكتير من الناس الحريصة مما لازم لا من الناس الحريصة يعني أنا نسرقت أقل من الناس الحريصة أنت هيك بكل شي أنا هيك بكل شي فهذا ما بدقي فإذا بدي غيره هو بتغيري أشياء كتير بشخصيتي هي تفاصيل بتدل على كيان كامل بس في نس بيعتبروه هذا أهمال مثلا ايه هي طريقتي آيه أنا عندي شوية أهمال طبعا عندي بس هو هذا جزء من شخصيتي بكل شيء له علاقة بالمصاري بحس يعني كتير بحب المصاري بس كتير بحب أصرفها وكتير بحبة تتأسم يعني بحس أنه أنا كنت يعني أني أنا وسيلة لأشخاص كتير يستمتعوا بهذا وأنا بستمتع كمان كتير كتير لأنه نحنا كمان بسوريا عنا كان مبدأ التصميد كتير كتير ناس بتخاف من بكرة وعننا مبدأ المونة تعرفين إذا بدون يجيبوا كلينيكس بدون يجيبوا ثلاث أربع كراتين كلينيكس يخبوها مدروين لبينما يجي الفيران وياكلوها مثلا يعني عنا مبدأ المونة وعنا مبدأ التصميد فأنا هذول الشغلتين كان عندي عقدة منهم لسبب لأحكي لك يا هاي أول مرة بحكي يقصها ما بعرف ليش لما بتفتشي مرات على حالك بتقومي بيطلع كلام غريب أمي كان كلما بابا يجيب شي مثلا يجيب طقم كاسات كريستل يجيب ما بعرف شو لما يسافر مثلا فماما تخبيهم ماما تخبيهم دائما عندها البيت الجديد لا لضيوف شربوا فيهم ولا بابا قبل ما يموت شرب فيهم ولا استخدم صحون السقاير طفة فيها فأنا تلات شخصية عكس أمي تماما بعمل أشياء عكسها ما عندي ولا شيء لك خمية ومرات لما شيء أنا بنفسي يعني لما بخلص أنا علبة كريمي أو بخلص أو حتى كاسي أنا بكسرها بيدي بقول الحمد لله لأنني انكسرت وأنا عايشة يعني ما هي اللي بقيت وأنا رحت فأنا عندي كل شيء يستخدم وكل شيء مقسم وكل شيء عايشة فيه بمبسط باللحظة أه بمبسط باللحظة لأنه بكرة وما عمري خفت لأنه أنا مرات بالظروف ما بتخيلي قديش سيئة ما بتتخيلي يعني وصلت لمرحلة بالفلوس من سبع سنين وصلت لتحت الصفر متين مرة بس كيف بعمري بحياتي ما مرات بالأزمة أكتر من أيام يعني أيام وحتى هي الأيام بالنسبة لي ممتعة تخيلي الأيام اللي ما معي فيها مصاري ممتعة على أنه بحس أنه كأنه هيك فيه شيء دائما بيشيلني فيه مساعدات مساعدات إلهية بتجيني كل الوقت الله شغلي بيفتح بطريقة غريبة يعني طريقة حتى مو منطقية لما أفكر فيها فهي يعني الله مبارك بحس هيك بحس أنه رب العالمين كتير مبارك لي وكتير معي كل الوقت وحتى الناس اللي ضدي اللي ضدي بتوقف ضدي أو بتكون أو بتكون طالع لحتى أنه تحاربني فيه شيء بيصير معي يعني ما بعرف ليش أو أنا هيك بشوفه يمكن أنا هيك بشوفه لا هو هيك مضبوط يعني أنت اليوم متواجد لأنه اليوم ما بديقعد لأ ما بديقعد إليك أمثلة لأنه هي الأمثلة موجودة ما المفروض أنا أقولها بس فيه أمثلة كتير كتير حقيقية وكتير معروفة لأنه هي أمثلة مو أنه صارت مثلا مع بنت خالتي أو مع رايبي إجارتي يعني بالبليل يعني فيه أكتر من مغنية كان معمول لإلهم مشروع أنه ينافسوني ونصرف عليهم من مالي أنا الخاص من فلوس أنا اشتغلت فيها سنين 12 سنين وصر لهم يعني ضجة إعلامية كبيرة لأنه كمان حتى الضجة الإعلامية هذا منصرف عليه من فلوسي أنا الخاصة وما زبطيت الأمور إطلاقا مع أنه اللي صر لهم أنا كدعم مادي وإعلامي وإلى آخره وما صر لي 10% منه أنا فهي شغلة من الشغلة سبحانك يا رب عن جد سبحان الله طبعا مرات هيك بحزن عليهم بس بقول يمكن مو بس الموضوع مو بس الموضوع أنه أنا أنه هذا الموضوع يعني ما في ما في أخلاقيات يعني أساسا يعني ما المفروض يزبط يعني بالمنطق إذا الحياة هي قائمة على الإنسانيات وعلى الإيمان فما المفروض يزبط هذا النجاح ما ممكن يبقى ما ممكن حتى يعني يطلع ما طلي حتى النجاح بس أوقات منليقي أنه في فرص بالحياة لناس ما بستهلة بس في شي بيكون نحنا ما عارفينه أوليك ايه في سر ما معين نحنا ما منكون عارفينه مثل تماما لما مثلا رفعاتك بيقولوا كتير رفعاتي بيقولوا أنه شوفوا هاي البنتة ديش فلتاني مثلا شوفوا هاي قدي فلتاني وكل وقت بتلبسوا جسمها ودنيا وبرها وقليلت الأدب وتجوزت أحسن شاب بعد شوية ايه فعلا جوزت أحسن شاب وشاب عنده يعني ظروف رائعة حليوة وفلوس وكل شي بعد شوية بتلاقي الدنيا معاها عم تنهار وانهيار هاي الدنيا توابعها عليها أقصب كتير من لو إنها ما دخلت هاي التجربة أساسا مثل كمان لو مغني أخذت شهرة فضيعة وانس عبدت ومعتت عليها موجودة يعني هاي المغنيات وفجأة بتلاقيها كبرت قلبت على هبلة بطلت تعرف تحكي بعد عندها مواقف ما حدا بيحترمها هاي موجودة لأنه لما كانت هاي المغنية موجودة لا لا موجودة هلأ موتين ففيه أشياء ما تحكمي عليها بلاحظتها لأنه ما بتعرفي بعدين يعني شو هيصير اللي هيصير معاهم بعدين يا لطيف يا لطيف بس بوقتها يعني أنت عم تقدر تليفزيون عم تشوفي وحدة عم بيناعملها شغل أعلامي كتير قوي وأعلاني من مصرياتك أنا شو أن محلك مبعدك مدمرة يمكن لا والله بالمرة لا بالمرة هل تطلعي وعارفي وين رايحة لا عارفي أنه أنا اللي بيروح مني بيجيني أضعفه ودائما كنت هيك يعني دائما اللي بيروح مني إن كان غصبا عني ولا إن كان بيراتي لحتى أخلص بس بيجيني كتير بدع له ومثل ما قلت لك أنا أساسا عندي حالة زهد كتبت على تويتر هداك اليوم جملة وأنا وعجبت فيها يعني كتير كتبت وعجبت فيها قلت أنا عندي فعلا عندي حالة زهد يمكن صار لي صار لي سنين قليلة يعني بس عندي إياها وبي نفس الوقت أنا كتير معلقة بالحياة يعني كتير بحب الحياة بحب كتير ألبس عندي طريقة هيك بحتى كيف بحب ألبس لازم يكون فيها لمسة طفولية بجرباتي بي ما بعرف شو بس لازم بيانيوم شارته لأ بس بحب أي أنه يكون عندي هيك يعني تطش طفولي وعم بلعب رياضة لحتى يضل جسمي صغير وضل عم بقدر ساعد حالي إنه بقى طفلي ما بعرف لقيمتها بس جايع بالي بقى هيك فأنا عندي هذا الزهد بنفس الوقت أنا كتير متمسكة بالحياة كتير عندي شغف لقلها بحب كون حلوة بحب بحط كحلة بحب تمكياج بحب زبطة شعري هو عندي زهد ما بعرف كيف زبط كيف زبطين مع بعض صحيح مجمعة مصاري يعني من بعد المرحلة القاسية العشية هيدا رجعت تعملي مونة لا ما بعمل مونة عمري ما عملتها يعني في يعني بالحياة القبل هيك كان في حدا بيعمل مونة لأله يعني بس أنا عمري ما عملت أنا عمري ما عملت يمكن عندي شوية أشياء يعني عملت عملت بيتين ثلاثة عندي مكاتب بس الفلوس هيك الفلوس دائما بتروح معي وأنا بمبسط لأنه صارنا سنتين أنا حسيت أنه موهبتي هي لازم تتجير لازم شارك فيها ناس كتير فاخترت هالسنتين هدول الماضيين أني شارك فيهم أي حدا محتاج من سوريا حفلاتي كلها العامة بعملها لصالح أطفال سوريا وهذا بيخليني أنا أكون مرتاحة طبعا عندي حفلات باخد منها نسبة كبيرة لألي أنا لأنه عندي مصروف كبير بس أنه السنتين الأخيرات يعني شاركت بي فلوسي ناس كتير في كتير ناس يعني عندهم موقف ضد اللي عم تعملي عم بيحسوا أنه أنت ممكن عم تقدميهم لأطفال سوريا بينما عم بيروح تمويلهم للثورة السورية لا لا ما بيروح يعني كل يعني طارق قادرة مني بهاي الأشياء عنا الطريقة أنه نتأكد الجمعيات اللي بتاخد الفلوس عن طريق الناس المنظمين للحفل أنه نكونوا مضمونين وهدول الجمعيات هنا اللي بيودوا بس أكل وشرب وأدوى فكنا حريصين بالشركة أنه يكون كل هاي الأشياء مضبوطة والجمعيات معترف فيها ويعني أنا أكيدة أنه أنا أكيدة أنه هدول الناس كتير بيهتموا بموضوع الغذاء يعني الأطفال أكتر ما بيهتموا بموضوع السلاح السلاح له ناس تانية وله طريقة تانية دول كبرى ايه له دول ما عم يستنوا حفلاتنا يعني نعم هذا يعني الموضوع السياسي هو موضوع كتير كبير أصلا اسمي كثار موجود فيه بشكل كتير كبير رغم أنه اللي عملت ايه رغم أنه اللي عملت هي امرأة عم تشوف بلدة عم بيحترق وعنده موقف بكل بساطة بالحقيقة أنا عملت الموقف قبل ما يحترق البلد يعني قبل ما شوف الناس وقبل ما تقوى السورة لأنه أنا عملت رابع يوم السورة وقد كان فيه تقريبا شي 200-300 شخص طالعين سلمي بيقولوا بدنا حرية نقهرت على ردة الفعل تجاه هدول السلميين شباب وبنات كانوا وناس بساطة يعني ما عندهم أي علاقة باللي عم يصير اليوم يعني كان موضوع السورة كتير كانت السورة سلمية فوقفت معهم كلما كبرت السورة كان بيكبر موقفي لأنه كمان بيحزن على الشباب شباب بلا طموح يعني أنا بزعل لما طلعت من الشام بزعل كتير إنه في شباب كتير بتخلق بتولد بتدرس كتير عندهم كل مؤهلات الحياة ليكونوا ناس ناجحين بالحياة لكن سقف الحرية من كتر ما هو دي بيخليهم بعد شوي هدول الشباب يوصلوا للـ 30-35 بيصيروا بس بيتمنوا بيحلموا سيفروا لا ياكلوا ويشربوا بس إنه يتمنوا يشتغلوا لا يعكلوا ويشربوا ويفتحوا بيت يعني بأقل الأشياء يجيبوا مزاد ما بعرف شو يعملوا يغيروا يمكن الدفاية كل 3-4 سنين مرة هدا طموحهم هاي معنى في أسلية كتير بسوريا وفي مال كتير ايه فيه فيه له طرقه ما بعرف شو هي الطرق بس نحنا عم نحكي بشكل عام الشباب بشكل عام طموحها كتير بيهددولن يا مش هنن طموحهم هن شباب يعني يمكن معروف على مستوى حتى العالم العربي إنه أكتر شعب قارئ هو الشعب السوري شعب السوري شعب مثقف جدا يعني أنا ما كملت دراسي أنا ما كملت حتى ما أخذت البكالوريا بس كان بالنسبة لقلي عمري ما شفت بابا إلا بإيده كتاب مسافر بلد بإيده كتاب يقعد معايا شهر ونصب تشيكوزلوفاكيا ياخد معاه شنتة لبس وشنتة كتب فنحنا يعني يمكن هاي إحدى مزايانة أو الميزة الوحيدة إنه إحنا شعب قارئ فالشعب القارئ يعني مطلع يعني طموحاته بلا حدود تخيلي يوصلوا هدول الشباب إنه يكون كل طموحاتهم بس أكلوا شرب ودفاي وما زوت يكملوا لبين ما يموتوا فمن حقهم حرية من حقهم يعلوا سقف طموحاتهم ويكون عندهم مثلهم مثل أي بني آدم يعني برا بتشوفي مثلا بلقيت بلقيت شخص مكافح صار بدون ما يكون عنده علاقات لا بسياسة ولا بدين ولا بشي صار لأنه هو عنده طموح ومفكر وزكي وفي فرص وفي فرص هذا اللي قصدي إنه لازم تكون الفرص ما إلها علاقة لا بالسياسة ولا بالدين مشكلة بلادنا ليكون البني آدم يوصل لمطرح معين لازم يكون يا أما مدعوم من مسؤول يا أما له علاقة بالدين يجير دين ولا صالح جهة معينة فهي المشكلة الكبرى اللي بدها كان لازمها انتفاضة وثورة بس شاب مثل السورة اللي عم تقولي عنه مثقف وأنا بعرف قدي مثقف كمان وقدي عاشق للحياة ليه ما صار قبل برأيك توقيت السورة مثل ما أنا ليش ما صارت من قبل يعني ليه أنا 13 سنة قاعدة ساكتي على أشياء ما بينسكت عليها كنت سير نظام طب ليه ما اتطلقت بعد شهرين يعني ليه ما اتطلقت بعد شهرين مثلا عم بقلك على المستوى الشخصي ليه في أشياء ما لها ليه يعني ما لها سبب حتى اليوم أنا لما أفكر طب ليه يمكن لأنه الشيء لازم يوصل لحجم معين ليه ينفجر يعني تماما مثل البالون البالون بيستحمل نفس كتير تحطي فيه هوا معين لكن يعني نفخة صغيرة خلاص بتفجره هو أظنني كان فيه يعني الهوى اللي زيادة بهالبالون والناس ينفجر كنت دائما بحواراتك لما بتحكي عن السياسة قبل الثورة كنت تمرئي المسجز العليقة برأيك بالنظام السوري بوقتها بس ما كنت هلقت صريحة يعني كنت تخافي منه يعني ما عندي مشكلة مع النظام بحذ ذاته هو ككيان كنظام سوري كبشار أسد ما عندي مشاكل لشخصية معهم لا من قبل وأنا بني قدمي كان عندي طموح وساعدني القدر ساعدني أني أوصل مش هو لا القدر القدر أنا أساساً شهرت عن طريق مصر يعني شهرت بمصر ندعمت مادياً وندعمت إعلامياً من سعودية سعودية كتير ساعدوني كانت كان وقتها مبسي وإي آرتي كتير ساعدوني وقفوا جنبي لما يكتب اليوم نقد لمواقف أسالة بالصحف اللي بتأيد نظام بشار الأسد يكتب أنه فضله علي كبير قوليلي شو فضله أنهم علاجوني علاجوني يعني لمدة ثلاث سنين كل سنة شهر شهر ونص بدي شكوز لفاكيا بس بتصوري أنا بالآخر مواطنة سورية بقدم كتير كنت من طفولتي أنا بغني مع أمري ست سنين يعني لما علاجوني كان قريدي صار لي ست سنين بغني لهالنظام وللبلد بدون مقابل وهذا كان يعني بابا فهمني أنه هذا واجبي عملت كل أغاني لأطفال المعروفة عملت إعلانات طبعا الإعلانات كنت أخذ عليها مقابل بس عملت أغاني لأطفال عملت أغاني وطنية كتير يمكن أن عندي أكتر من ألف أغنية وطنية من عمري سبع ثمين سنين ست سنين حتى أنا بغني بغني بروح الستوديوهات ذكر أنه كان مرات تروح على الستوديو ياخذني بابا ونتأخر أن تعرفي نظام الستوديوهات يكون المفروض غني الساعة تسعة ومغني الساعة تناشة وعندي مدرسة تاني يوم فبابا كان كتير يزعل في بابا يواصل مش هنضميره معزبه لأنه أنا تأخرت مثلا جيت نامتين وتلاتة هي عم بحكي لك بس على تاريخي معهم اللي بيقولوا أنه إلهم فضل علي وأنا واحدة من هالشعب المفروض أنا نصرف علي من مال دولتي يعني شي طبيعي هذا من حقي ومشكورين عليه طبعا بس هات شو العلاقة بإني أوقف اليوم مع أهلي ومع أصحابي ومع الناس اللي حاسة إنه إلهم حقي طالبوا بالحرية شو العلاقة اليوم في بنات يعني فيه ولاد بيقلبوا على أبهاتهم أبهاتهم في أغلى من الأب اللي بيكون صارف عليك وملعون يعني أفطاس ولا حتى ووصلك لا مدري شو تصيري بتفهمي تحكي أول ما بتصيري تفهمي تحكي تصيري بديك تنقشي بأخطاءه لأنه عنده أخطاء ما بتقولي مثلا لا بابا رباني فبدي يضلني خرساني لا إذا بابا غلط وبابا عم يعمل أشياء مو مزبوطة بديك تقليله حتى للبابا يعني مهددة أنت هددوك اليوم يعني فيك تطلع سوريا لا أكيد ما فيه تطلع سوريا يمكن فيه هلأ يعني اليوم الوضع في مناطق مناطق يعني في مناطق بتحميني مناطق لا بس يعني ما أفضل أني أنزل لأنه مثل ما قلتلك فيه أشخاص حياتهم معلعة بحياتي بتخاف عليك رميلون آه والله هي الحقيقة وإلا أنا أنا عندي يعني يمكن عندي جرأة ما قلها ساف لما قلت كمانا بخاف إجي على لبنان انتوقت كتير أنه أنه هيدا البلد حضانيك وحبك وهيكي وعم بموقفك عم بتقولي أنه بلد بركة إرهابية أو اغتيالات اغتيالات بصار فيه يعني أنا لما حكيت هيك ما قلت يعني هيك من الهوى احتمالات يكون في بلبنان اغتيالات بس أنتو بتعرفوا الشواهد فيه أكتر من أربعمائة معارض سوري فيه منه الناس فوق الستين يعني ناس كبار بالعمر كان يعني فيه فيه شخص بعرفه كان عايش بباريس أو سمعت عنه ما بعرفه على المستوى الشخصي عايش بباريس قرر يجي على لبنان أنه قريبة من سوريا يعني على أقل أنه بيشمها هو سوريا من هون فأخدوه من السوليدير يعني أخدوه من وسط لبنان وراح خلاص زعب مع الريح فيعني بتصير مرات ما بعرف مين اللي بيعمل هاي الأشياء بس مرات بتصير يعني وصارت في لبنان خفتي أنه شو يضيقوك خفتي دايقوك حتى مبارح بي خفت من هاي الأشياء خبريني وصلت أول شي لجيت لأنه مثل ما قلت لك هيك الخوف بالنسبة إلي هيك تضاقل تضاقل وحسيت أنه العزم خلاص يعني انتصر عليه لأنه أساسا هذا الشعور أنا بيزعجني شعور الخوف كتير كتير بيزعجني ما بعرف أتعايش معه فترة طويلة وبتصوري عشت معه فترة طويلة سنتينت كتير طويلة حسيت أني بس مع ذلك مبارح كنت مو على بعدي يعني بيزعج بنتي وإختي وما بعرف إذا يعني ناس كتير انتبهوا أنه إيدي كانت كتير بترجف كنت عم بتطلع هيك على الناس ما بعرف مين فيهم كان ممكن يقلي كلمة حتى من ممكن ما بدر استحمل حدا قل ليك كلمة؟ بالمطار كيف استقبلوك؟ يعني ناس تقبلتني بترحاب شديد وناس كانوا حاطين هيك الجوكر فيس اللي هو ما لك فاهمة بيحبوك ما بيحبوك خايفين يقولوا متدايقين يعني اللي ما فاهمت حدا قل ليك كلمة بشعب لا إطلاقا يعني اللي قالوا قالوا كلام حلو واللي سكتوا واللي سكتوا ما مفهوم شو مو كان عبيلون يقولوا كان عبيلون يقولوا بس مش فاهمة شو بدون يقولوا وهالزيارة بتتكرر يعني خلص إن شاء الله بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بشنوبك بيزهلك بحبك بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بشنوبك بيزهلك بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني تسأل شو بني وشو اللي ما بني أحبك يا لبنان يا وطني كسر حاجز الخوف يعني صار فيك تجي سانة بردي صار فيك ترجع تعيشة يوميات لبنان اللي مرة قلتها على التلفزيون وشتقتها مع ذلك أنا كنت تناوي إجي ما أطلع مطعام ما أطلع مكان عام بس مع ذلك من يوم وصلت يعني أخذنا نيكولا عند أم أم شريف أم شريف رائع فضيع رأيت يوم اللي وصلت يعني كنت مقررة أنه وقلنا للشباب يعني اللي أخي وابن أخي التاري أنه ما تتركون وابدلوا جنبنا على الغرف كونكتد كله كان ما عملنا كم معيك باديكار؟ راحوا سهروا آه معي باديكار من الدولة لبنانية ياما خاص خاص ما طلبت الدولة تحميكي؟ لا طلبت بس يمكن ما كان كتير مش ما قبلوا يعني أنه ما في داعي وإلى آخر البلد بألف خير أصلا هي حكومي شي عارق أنه البلد بألف خير هي إن شاء الله تكون بألف خير دائما بس هاي كل الاحتياطات مين حرست أني كتشوفي لما جيت والله ما لحقت يا بابي بس كان نفسي بس بالحقيقة دقيت لني كلها قلت لأول شي بدي روح زور ريمو حياتي بدي عملها مفاجعة ايه وشفت نيشان حب نيشان كتير كتير ايه ما قدرت يعني أعمل زيارات كتير يعني الأصوات اللي طلعت اللي نزعجت من أصالة اللي قالت أنه سبت لبنان أو حكيت عنها كل هالحالة ما حصيتها أنت مع لبنانيين باري حكيت نيضال أحمدية على سيرة الأصوات اللي قالت في أكتر من نيضال حدا بيسبسبني لا بس لزيزي أنا ما بعرف ليش بتسامح معاها دائما يعني نيكولادا وقال لي أصالة نيضال بدي تحكي معك فقلت له طبعا بالأول ما بدي أحكي معاها صراحة ما قادر أسما صوتها ما ممكن صار لسنتين نازلة فيي بتبادل بهذا الغريبة عجيبة مع أنه أنا متأكدة مية بالمية أنه هاي الست بتحبني وما بعرف ليش وفي ناس كتير يعني أزوني يكتبوا عني بيحاولوا يصالحوني ما بقبل ما بقبل بقول لأنه لازم يعني لازم ياخدوا العقاب أنه يكونوا بعض عن حياتي لأنه منهم كانوا صحابي كتير مقربين مني كتير كتير فحسيت أنه ما قادر أتسامح معهم بسني دال ما بعرف ليش بتسامح معهم بتقلي أنا كتير بحبك وبتقسم لي بأمه وببيق وابنه أنه تعشقني بتحبني حب هستيري وصدقته مع أنه كل اللي بتكتبوا عني كذب لما بتكتب عني ضدي بتكتب أشياء محقيقية مش عارفة بتتبلع لي كتير موضوع لبنان هي كيف أنه وصله وكيف فسرته وكله كان كذب حبت تفهم بطريقتها وبتحب تقول أشياء هيك لأنه بتحب هي تكبر الأمور قدت لي أصلاً أنت بتعرفيني قدت لي مشكلتي بعرف قدت لي شفتي كيف كتبت عنيك على غلاف المجلي يعني دقيت لعنوني قدت له كلها شوف شو كات بنضال لأنه قالوا لي الفانس من فترة قريبة من كم يوم أهلاً بأصالة في لبنان بس أنا بعرف جوا يعني بتكون شو لعنة هذا أهلينا فقالت لي وإيه وإيه لعنة أهلينا فقلت قالت لي شفتي شو كتبت على غلاف مجلتي فكرت أني أنا بس ألت الغلاف وعلى أساس أنا يعني كتير صاري بينضحك علي بموضوع الغلاف فقلت لي أي بعرف يا حياتي كتبت على الغلاف أهلاً بأصالة وجوها بهدلتيني قلت لي إيه ما لأنك أهلاً رجعت للموضوع اللي قبل الأولاني لأنك سبيتي لبنان قلت لي خلصنا من القصة اللي ما قال أساساً أساس محقق كانت يمكن مفكرة بلحظتها أنه يصير علي بقى ثورة ثورة على أصالة ما بيصير لأنه بتعرفي هذا هو ذلك هاي فيبس هي شو بقولولها ما أعرف بالإنجليزي غير هالكلمة فيبس موجات 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 إنسانياتي واصلة حتى للعرب اللي بالصين ما ممكن تقنعي العرب حتى اللي شافوني نص ربع دقيقة بهالحياة تقنعيهم أنه أصالة شريرة أو تكره لبنان أو تكره سوريا أو تكره عموما أنا عندي عندي أشياء سيئة بشخصيتي كتير كتير يمكن بس إلا الكره إلا الكره إلا الكذب ما موجودين عندي بزعل بأخذ موقف بعرف أنه أنا لما أبعد عن شخص يعني حرمته من صداقتي حرمته من محبتي حرمته من المتعي اللي ممكن يعيشها ساعات معي بقعدتي ومن حق يقول هيك لأنه أنا نفسي بعرف أنه بعرف شو بعطي للآخرين أصدقاء كانوا أو أهل فأكتفي بالبعد بعرف أنه هذا لوحده عقاب عرفتي كيف ما ممكن تقنعي هدول الناس اللي شافوني نصرب على لحظة أنه أنا شريرة أني أنا صعبة أني أنا قاسية ما ممكن رغم أنه ملامح وشي مرات بتوحي بالغرور مرات بتوحي بالتكبر إلى آخره اليوم أنا ما ألي حق أحكي باللسان السوريين بفئة أنت قلت لا لا ما ألي حق أنا ما ألي حق أنا اليوم لسان حال الشباب عندي حق أن يقول ثورتهم عندهم حق فيها بس اليوم أقعد زاود على محبة مثلا مثلا أهل الإمارات ولا سعودية ولا الكويت اللي عم يبعثوا الملايين أكتر مني أنا اليوم يمكن ساهمت بكم مليون لحتى يعملوا فيهم هالمشاريع من سنتين لليوم في غيري من الخليج عمل ما لا يعمل لسوريا عم يدفعوا عم يصرفوا عم يبنوا قرى كاملة بالخليج راح كان خليج ما من خليج اليوم زاود عليهم وقال لهم لأ كوني بس أنا بيحمل هالباسبور السوري أنت قلت بس فئة من اللبنانيين تسلمت نفسها للشيطان أو تعاملت مع الشيطان صح مين كان أصدق مين هو الشيطان لا يعني هدول الناس اللي بيبيعوا حالهم الشيطان اللي هو مش عارف ما بيسمني أشخاص من هني هؤلاء اللي مع النظام اللي مع النظام اللي مع النظام اللي مع النظام اللي كان إلهم يدي يعني بأزا ناس كتير على أساس البني آدم بلقيمة في ناس كمان بيروحوا أبعد من هيك أصالة ومضطرق اللي كيهن أنه بيقولوا أصالة عم تقبض من الأنظمة الداعمة للأصوليين للإسلاميين يعني شوف لبسي أنت شايفتيني اللي علاقة الأصوليين أنا شورت لبسي أصول دايدة ما وقف لا الله أنا دائما بالشتي بلبس شورتات بالصيف أتردد بلبسه بأوروبا يعني لمسافر برة قلت لمسافر لأمريكا عموما ما لي علاقة طبعا أنا أنا بني آدمي هيك اللي مطلقة يعني خلقت بالحياة لكون بعرف أنه كلامي كان يكون خطر علي بس خلقت بالحياة لكون صلة توصل بين أشياء كتيرة وناس من أديان مختلفة اليوم أنا اللي بيحبوني ناس عندهم معتقدات مختلفة وبيحبوني الحب اللي هو كتير إنساني أنا علاقتي بالناس مو علاقة مطربة بفانز أنا علاقتي بالناس اليوم علاقة روحانية في ناس في ستات مثقفات ومهمين كتير بشوفوني خمس داعي بدأت تحكيلي على مشكلة الخاصة مع جوزة مشكلة ما بتحكي حتى لأختها بس قررت تحكيلي ياها عمري مسألتها طب تعالي أنت شو دينك لحتى قاعدة يعني أنت مسلمة ولا مسيحية ولا يهودية ولا بوزية ولا بشو بتآمني ما لي علاقة هي مواضيع خاصة بين البشر وربا أنا بالحقيقة عندي إيمان أنه أنا خلقت بها الوسط لكل هدول مربوطين توني جامع مثل ما جمعتون هدول مربوطين آه جمعتون برقبتي وبعرف أنه يمكن في خطر أن يحط صليب برقبتي طبعا رايحة على مصر هلأ بس هي قناعاتي وقناعاتي كتير العلاقة بإنسانياتي وطبعا بي كتير كتير بسمع كلمة نصيحة يا أصالة ما تعملي كتير بسمع بسمع يمكن ألاف المرات لأني بعمل أشياء ضد يعني ضد الفكر العام أو ضد وصلوا فيك ناس بلدين لا لا قبل يعني داعمين للثورة السورية البلدين يعني أنا أنا اليوم هل أوحي أنه أنا ممكن أستفيد من موقف بعمله بحياتي أنا لا أنا يقول آخر بني آدمي بالعالم ممكن تبيع موقف بكل عمري أنا قبل الثورة كنت بغني على فكرة لرئيس ولصاحب بلد ولشيخ الفلاني قبل الثورة بعد الثورة مغنيت إطلاقا نعرض علي الضعاف الضعاف أجري أني أعمل أغنية خاصة لرئيس دولة ما شككوا بإني أنا باخد فلوس من هاي الدولة ورفضت رغم أنه أنا اليوم لو كان عندي يلي الناس بتتخيلوا أكيد كنت ريحت حالي مثلا من فكرة سولة كنت ريحت حالي من أني أنزل على لبنان بهال ما ألو داعي ما ألو داعي بهالوضع اللي مو كتير مستقر في لبنان في أشياء كتير ما كانت عملتا أنا اليوم لليوم مكافحة ولآخر يوم بحياتي أبضل مكافحة مو بشتغل للرفاهية أنا بشتغل شكل من أشكال الكفاح لأن هذا شغلي وعمري ما فكرت أنه أنا بدي أشتغل سنتين وقف مشانيك بدي أصمد أنا كل الوقت بغني وعارفة أني حضل غني لآخر يوم من حياتي ولآخر يوم من حياتي حاب أجيب فلوس كتير مشان هيك ما بخاف من الزمن ما بخاف من بكرة وبصرف فلوسي لأن بعرف لآخر يوم بحياتي حق أعرف يجيب فلوس هذا الرئيس من موهبتي بدون ما بيع موهبتي هذا الرئيس ما غنيتي له خوفا يعني من ردات الفعل لا قناعة لأنه ما بدي تغني للأشخاص ما بدي ما بدي الناس اللي بتآمن فيه يتلقبت يجيها شك حتى فيه يجيهم شك بنفسهم لأصال بس هذا شغل كمان أوقت فيك تبرير يعني قبل مواقف قبل ما أنا نحسب على الإنسان أنا اليوم مشان هيك فيه أشياء لازم أفكر فيها أكتر يعني خسرت مال بهالم موقف اللي عملتي كتير أكتر مما تتخيلي خسرت كتير بس أنا كتير يعني فرحاني بحالي لأنه اللي بيجيني كتير بيكفيني كتير مبسوطة فيه يعني جيت على X Factor لأنه ضفعوا كتير فيها رؤية ولأنه هيدا شغل لأنه شغلي ولأنه لأنه لازم أجي كمان في الشيء ما يتعلق بالثورة السورية ليه ما غنيتي له غنيت يا بابي غنيت بكل مهرجاناتي بغني لليوم ما ملاقي الكلمة اللي تحبر بالضبط عني غنيت بس الموال تبع الكرسي اللي هو سكتنا كتير على الظلم نزلته وباقي الأغنية حسيت لأنه أنا لحنتها حسيتها أنه هيك لا تليق بمقام الثورة الثورة بده كلام كتير عظيم سكتنا كتير على الظلم لا تقول ما عندك علم لما الجرح علم بدي في صراحة انصحك تبقى ما رح تزبط معك لك روح وتعلم شوف لك حضب بيرضى القهر ناس الكرامي من دهر شوف لك حضب بيرضى القهر ناس الكرامي من دهر نحن نهرنا والقهر خلانا نتعلم اليوم عم فكر غنية أغنية إن شاء الله لأحمد فؤاد نجم كاتب شي للثورة السورية عظيم طعم لحنه بس أنا لليوم موجبة بأغنية إم كالتوم تبع صوار وبيكل حفلاتي بغنية صوار هي الأغنية اللي بتناسب هاي المرحلة يعني من وجهة نظري أعظم أغنية خلقت للثورات شو بتقول؟ صوار والآخر مدع صوار من أرضنا هل الإيمان والدين من أرضنا هل الإيمان والدين عيسى ومحمد صورتين خلدين من أرضنا هل الإيمان والدين عيسى ومحمد صورتين خلدين والعلم صورة ومن هنا قامت والفن والحرية والتمدين صور نهزك يا تاريخ تنطلق نحكم عليك يا مستحيل تنخلق نؤمر رحابك يا فضاء تمتلق والخطوة منا تسبق المواعيد وطول مئيد شعب العرب في الإيد الصورة أيمة والكفاح دوار الكفاح دوار سوار سوار والآخر مدى سوار سوار الله زيك صباح روعة من أرضنا هل الإيمان والدين عيسى ومحمد صورتين خلدين من أرضنا هل الإيمان والدين عيسى ومحمد صورتين خلدين والعلم صورتين خلدين 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 خوطيك موسيقى السورة عيبة والكفاح ضوار الكفاح ضوار أصلا اليوم عم نشوف بالعالم العربي السورة تأكل أبنائها بمصر خاصة يعني بمصر و بسوريا بمصر و بسوريا يعني بعد حتى ما وصلوا السور للحكم بسوريا بس خايفة عليهم ايه اكيد كتير يعني مصر نموذج سيء عن ما قد تصل له السورة ما بعرف يعني ما بدر احكم عن موضوع مصر وما بدي يعني احكي بموضوع مصر لأن موضوع كتير كتير شائك وكتير له تفاصيل أنا ما بفهم فيها لأن بالحقيقة أنا ما بفهم بالسياسة اللي بفهمه بس اليوم أول اللي بحسه أنه السياسة لازم تكون كتير منزهة عن أشياء كتيرة لازم الشخص اللي يحكم شخص عارف يلم كل الطواف كل الأديان كل المعتقدات كل الأفكار شخص يكون يتمتع بإنسانية غير عادية فوق العادة يعني إنسان فوق العادة بتصوري السياسة حتى إذا أهله عطوه هوية دين معين لازم هو يكون عنده قناعة أنه هو لامم عنده شعور بكل الأديان شعور حقيقي مش شعور بالكلام يكون شخص يقنعنا بهيك يمكن جونيك الأمريكيين اختاروا أمباراك أوباما لأنه أصله مسلم أصله مسيحي أنا تبع أوباما أنا تبع غاندي عموما يعني أنا أعشق غاندي أعشق غاندي أعشق مندلة جيفارا هدول بالنسبة إلي القدوة للبشرية غاندي أريت كتبه كتبه مرعبة رائعة مع ذلك أنا لما بكتب عنه بكتب عنه كتير بالتويتر بكتب عن غاندي وكتير بلاقي انتقادات بقولولي عندك كتير أمثلة بالدين الإسلامي تحكي عنها ويعني أفضل من غاندي إيه ما في شك طبعا في أشخاص عظيمة طبعا بديننا الإسلامي والمسيحي والآخرية كل الأديان لكن اليوم نحن عم نحكي عن غاندي كإنسان كإنسان ما له علاقة بالدين إطلاقا لأنه هو كان يؤمن بالله مع أنه الهندوس ما بيأمنوا بأ الله سهي بس هو كان مؤمن وما كان مضطر يقول أنه أنا بأمن بأ الله لأنه ما في شي كان يجبره على ذلك بالآخر الزلمة مات برصاصة من هندوسي وبيقدر يكون نعم بيشتغل لصالح الإنسانية وهو ملحد بالضبط وهو بعدين الهندوس نفسه نقلبوا عليه ما بنا نحول هلأ موضوعنا على غاندي بس إنه قصدي هدول الناس اللي هيك أسروا الإنسانية هدول اللي أسروا بالإنسان كان بدنا حدا بيشبه غاندي بيشبه منديلا هدول الناس اللي نحنا كتير كتير محتاجين الأبطال حقيقي بكل بلادنا بدنا هدول الناس هدول اللي نحنا اليوم بهي المرحلة وبهذا التوقيت يعني من التاريخ محتاجين هدول الأشخاص لإنسانياتهم أعلى من أي شي أعلى من الدين أعلى من أي شي تدين بالأحرم خيفة من الأصولية اللي اليوم ظهرة بشكل كبير بالعالم ظهرة عند المسلمين وظهرة عند المسيحيين ببعض الأحيان شكلها كمان عم تتطور ببعض المطارح بالعالم بتخافة منهم؟ ما بخاف منهم ما بخاف منهم لأنهم دائماً بتعرفي بعض الثورات حتى لما يعني هيك قرينا على بدنا نقرأ نشوف شو بدي يصير فينا بعد مئة سنة أكيد بدنا مئة سنة أكيد بفرنسا مرأوا بي بذات المرحلة حكمت الكنيسة والكنيسة كان لها يعني تخبيصات كتير أكيد دائماً بعد الثورات بيصير في خلط عندي الناس الناس بتطلخبط ودائماً غالباً بدون دائماً غالباً الناس هيك لما بتكون بحالة اليأس بيقولوا طب يلا هذا اللي اللي بيوحي إنه بيخاف من الله أحسن من غيره فبتلجأ بيلجأوا لرب العالمين كلنا بنلجأ لرب العالمين وقت الأزمات كتير أكتر يمكن من غير وقات فيمكن هادئلو علاقة ما بعد الثورة مين بتحب يحكم سوريا؟ كيف تحلمي بسوريا بعد الثورة؟ وقدي برأيك بعد بتطور الثورة؟ قديش ما بعرف هي المعنضة بالعالمين بس يعني أنا بتمنى أنه تكون يعني قريباً وصريعاً تنتهى هاي القصة بتمنى أنه يحكموها مجموعة مجموعة ناس هنه نقاموا بالثورة من البداية مجموعة شباب يعني يحكموها ناس بمثل الشعب بتمنى إن شاء الله يا رب مثقفين مثقفين صغار شباب إنسانيين منزهين ما بعرف يعني بيحبوا الإنسان لهم علاقة هيك بالأرض وبالبشر ما عندهم أي انتماءات مجيرة يعني انتماءات تشترى غنيت رح تنزل أغنية وطنية أي عملت أغنية أنا وحسام حبيب حسام حبيبي يعني من أعز أصدقائي هو واحد من أهم المطربين الشباب بمصر غنيت أنا ويا أغنية هيك بتشبه بتشبه كل محلوة لأنه أنا كتير بحب كل محلوة أغنية كتير نعمة للوطن لأنه الوطن لأي وطن بتعب من الخبط للوطن عموما لكل بلد لكل بلد أه لكل بلد غنيت بالمصري بسألت كم كلمة بالسوري كلاما هيك قلتهم رح تروحي بالشورت عمصر أه بس لابسي تحته كولون حتى ما يفكروا الشورت وهذا لابسي تحته كولون تسميك يعني أه كأنه لجين تغير شي بمصر بيعيشتكم بالطريقة تغير تكيد ما في الشكل تغير تغير الناس شوي تايها ناس تايها طبعا فتغير تغيرت نظرة الناس تغيرت بشوية ناس يعني شوي كتار لأنه ما تنسي كمان شعب مصر كتار حبيبي شغل بالي هواك تعب قلبي معاك فاكر ألهم سات دي لالي عيش بفكر فيك شيف الدنيا عني ولسته هم سات يا حبيبي أنا ممكن أنساني وأنسى اسمي وحالي ولده ممكن عادي إلا أنت يا حبيبي أنا دايماً فاكرارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر